يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم أنا أمونزر واليوم رح نعمل مع بعض بسكوت مالح بثلاث نكهات يلا سوف نشوف المقادير بطريقة التحضير عندي هون قالب زبدة أنا تاركته بحرارة المطبخ بس هلأ فرد يعني ما كتير عندي داب بدي حط عليه كاست الشاي الصغيرة زيت هذا قالب زبدة 200 جرام بدي حط كمان نضيف فوق معلقتين من السكر هلأ رح تقولوا لي إنه هذا بسكوت مالح ليش حطيت السكر السكر بيعطي لولا العجينة وتندخلها للفرن لهيك حطيت معلقتين صغير صغير سكر أو معلقة كبيرة يعني ورح حط بمعلقة الشاي نفسها هذه اللي صغيرة معلقة من الملح و بدي حاول إني هرسوا هيك شوي حتي يتدخلوا مع الزيت ويحل السكر و الملح بعد ما ضغطتوا هيك وصاروا بهالشكل هذا رح ضيف عليهم معلقة خل وممكن تضيفوا كمان بدل الخل عصير ليمون معلقة كمان بيصير هو الأحماض بتساعد على إنه نحن بكم بودر على إنه ينشط هلأ عندي هون حبتين من البيض أخذت صفار بيضة حطيتوا عجنب والبيضة التانية يعني البيضة كاملة وبيضة بيضة حطيتهم مع بعضهم ونزلتهم فوق المزيج بخلطهم هلأ كلهم هيك مع بعض بعد ما صاروا عندي بهالشكل هادا مجهزة أنا عندي هون خمس كاسات من الطحين بس بدي حط على مهلي شوي شوي لحتى شوف بدون يصيروا يعني ممكن ما أستهلكون كلهم ممكن يعني استهلك زيادة فأنا بحط على مهلي وبحط بحرقهم وبقلبهم هيك شوي لحتى شوف تشكر عندي عجينة بدي استخدم هلأ أيدي لأنه بالإيد بيبين معكم أوضح حتى بيصير قوام العجينة أفضل فبحط شوي شوي بحرقهم هيك هلأ هون تقريبا أنا استخدمت شي أربع كاسات ونص من الطحين راح ضيف هلأ كمان البكن بودر اللي عندي تزارف هذا من البكن بودر راح اضطه فوق الطحين وبخلط الكلمة بعض صارت عندي عجينة في هالشكل هادا هلأ نحن راح شايفين هدا هو القوام اللي بكنت حصلوا عليه بدي هلأ نشكلها مباشرة ما راح نريح لأنه فيها هي بس بكم بودر هلأ راح أعمل العجينة لثلاث أجزاء فيكن تعملوا أكتر إذا تعملوا نكهات تانية يعني أكتر من اللي أنا عملتهم بس أنا بدي أعملهم بس ثلاث أجزاء بقصهم هيك بها الشكل حيث يعني إنه يكونوا تقريبا أضبعت وبدي أضيف عليهم بدي حط هلأ اللي عندي أنا متوفر عندي هلأ أو بحبهم مثلا عندي الكمون وعندي اليانسون وعندي الزعتر الأخضر فبحط عنيون هيك شوي تقريبا لكل واحدة بدي حط لهم معلقة حسب حجمة يعني هلأ هاي حجمة صغير فرح حط معلقة من الكمون وعالتانية كمان بدي حط ورق الزعتر وفيكن تحطوا الزعتر متل ما هو يعني الزعتر اللي بناكله اللي بيكون على الصفرة هذا الزعتر والزيت فيكن تحطوا الزعتر كامل يعني متل ما هو كمان بيعطي أنكها كتير طيبة بس أنا هلأ رح حط بس معلقة من الزعتر الأخضر يعني اللي ميبس يكون ناشف هذا أو الأوريغانو هذا هو حطيت كمان معلقة الشاي واخر واحدة بدي حط لها يانسون يعني ممكن تحطوا شمرة ممكن تحطوا فليفلة حمرة يعني أي منكهات بتحبوا تحطوها ممكن بصير كمان بصير تحطوا سماء يعني كمان بيعطيها طعم كتير طيب بنفس المعلقة رح حط اليانسون وهلأ بدي ادمجهم يعني بدي شوي يحرقهم مع بعضهم هيك لحتى يندمجوا الداخل النكهات اللي حطيناها وبرجع بعملهم كل واحدة رول من أول وجديد بعملهم هيك رول وبضغط عليهم شوي صغيرة لحتى يصيروا هيك شوي مسطحين هلأ وزعتهم وبرتبهم لحتى يكونوا كمان اطراف كلهم متساويين هلأ حطيتهم أنا بدي كمان حتى تميزوا ممكن تحطولهم بدي حطولهم هلأ بيض لحتى يعني هذا الصفار اللي خليته على جنوب حطيتله شوي فانيلا ممكن تحطوا شوي دخل وتدهنوا فيهم الرولات هدول هلأ لحتى تميزوهم بتقطعوهم كل واحدة بقاطعة أو ممكن كمان تحطوا يعني زي نون بنفس المادة اللي انتوا حطيتوها فيهم يعني مثلا اللي عليها كمون حطيتها هلأ أنا بالبداية بدي حط رش عليها كمون حاب هلأ هاي شايفين كيف حطيت له كمون حاب لحتى أعرف انه هاي بالكمون والتانية رح اطلها حبة البركة واخر واحدة رح اطلها السمسم يعني هيك بس لحتى نميزهم او كمان بيعزز الطعم يعني هلأ اللي بالكمون رح يظهر انكها أقوى وبقطعهم التقطيع متل ما بتكون انتوا بس يعني هاي السماكة اللي بتكون يعني منيحة هيك شايفين كيف هي السماكة والقياس لازم ما تكون كتير كبيرة لانه هي هلأ رح تنفق معنا كمان بالفرن بدي يحطون هلأ هون على حاطة ورق زبدة ممكن اللي ما عنده ورق زبدة هدهن شوي صغير الصاج ويحطون وبدخلون على الفرن على درجة حرارة 180 بشعل عليهم بالبداية من تحت وبعدين من فوق هلأ بصير كمان بإزا عندكن قطعة مدورة ممكن تقطعون هيك به الشكل هذا كمان بيطلع المنظر حلوية تطلع مثل نص دائرة بيطلع منظرك كمان حلو شايفين شكله كيف هدا هو شكله هلأ أنا بدي انهي الكل ودخلون على الفرن بس قبل ما ادخلون على الفرن عندي هدول اللي أنا عملتهم بالزعتر حطيت شوية جبنة كريمية وبحط عليهم هيك شوي بس لحتى تعطي أنكها كمان قوية لان كونه بس كوت مالح يعني طالعتم الفرن أخدوا معي عشرين دقيقة يعني حسب فرن كون شايفين كيف لونون يعني ما كتير بكونوا من تحت محمرين هدا هو شكلون كمية وقطعة العجين اللي شفتوا عملتلي هاي الكمية كلها نكهة المالحة هدول نكهات الثلاثة كلهم طيبين ريحة بتاخد العقل رح أقسمها تشوفوا كيف بتكون يعني بين ال كي بدي للكون بس كوت ملاه وقاسي ولاه وطري يعني بكون بفت بفت وبنفس الوقت شوي متماسك كتير كتير طيب بس جربتوا رح تحبوه بتمنى يكون عجبك وان شغلي لليوم إذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على القناتي قناة مطمخنا السوري وقناتي الله نتحلى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة